تحديات هائلة تواجه العالم بدوله الغنية والفقيرة مصدرها أخطار تغير المناخ مؤتمر المناخ الذي انعقد في شهر نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ رفع شعار من الوعود إلى التنفيذ للمراهنة على أن يسهم التمثيل الدبلوماسي في تحقيق مطالب المنتديات السابقة في نهاية أحداث مؤتمر المناخ كوب 27 من دورنا كرئاسة لهذا المؤتمر نحن نعمل على مدار الساعة مع الوزراء المعنيين للخروج بتوصيات لكل المشاكل التي تواجهنا ونحن نشجع جميع الأطراف المعنية لأخذ خطوات فاعلة للوصول للنتائج النهائية والاتفاقيات التي سوف تؤثر على المناخ فالعالم ينتظر خطوات جادة في سيطرة على تعطيل هذا الأمر حضور دولي رفيع المستوى في منتدى المناخ كان وصل ترقب الآلاف من المتابعين ومسؤولي الدول النامية لخطوات تحقيق الوعود بتعويض خسائرها جراء تدعيات تغير المناخ محاور الرئيسية أو الرؤية وجهة نظر مصر أنه لابد من المجتمع الصناعي الدولي يفي بالتزاماته خاصة في حزم التمويل الخاصة بمساعدة الدول النامية أول اتجاه هو تقليل الانبعاثات بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل متدرج وبشكل فوري الموضوع سيأخذ وقت لكن لازم نبدأ فيه من الآن النقطة الثانية تلزئت يعني أنهم يوفوا بواهدهم وبالتزاماتهم لدول العالم الثالث والدول في القرى الأفريقية الولايات المتحدة الأمريكية تاني أكبر مصدر لانبعاثات الكربون عالميا أعلنت عن حزم مالية لدول إفريقية للتحول للطاقة النظيفة وتعاحدت بحجد الجهود الدولية لقضايا المناخ الباني الختامي تضمن لأول مرة إنشاء صندوق خاص بما يطلق عليه دامج أندولوس أو المفقودات والأضرار اللي حصلت للدول سواء في أفريقيا أو في غيرها وده اعتراف من الدول الكبرى أن لها دور في الأسار السلبية اللي حصلت لمناطق الزراعة في أفريقيا بالتحديد بعد أكثر من اسبوعين وثلاثة وخمسين جلسة مفاوضات بين البلدان المشاركة انتهت إلى نتائج تتحقق للمرة الأولى بحسب خبراء أبرزها كان إنشاء صندوق المناخ الأخضر لدعم جهود الدول النامية في الوفاء بإسهاماتها المحددة وتعزيزها لخفض الإنبعاثات الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كأحد وسائل المحافظة على المناخ كان حاضرا وبقوة في كاب 27 لكن قضية تمويل ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها تبقى مؤشرا على تحقيق هدف المؤتمر وأولوية لدى الدول النامية ميا عدلي الحرة القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر